بيتزا تركية بسلسل بيضة وصفة حين يحبوها بزيف عائلتك خاصة أطفالك ديري هيلو ما لابني رايحة تعجبهم قولوا بسم الله نروح لطريقة تحضير ونبدو بالعجينة هنا عندي كاس ونصح ليبدا فيه كونز تلو ثلث كاس زيت بيض بيضتين مغرفة كبيرة خميرة مغرفة كبيرة سكر خلطهم ليح وبدية تنظيف الفرينة غير بشوية بلا ما ننسى الملح لها ملعقة صغيرة حتى نحصل على العجينة لا تتلاصقش نعجنوها ونقسموها كونز تكسنتها انا هنالزوج يكونوا شوية كبار وثناش يكونوا صغار خليتهم يخمروا ورح ندير السلسل بيضة هنا عندي كاس غير بوح من الكريمة السائلة الخاصة بالطبخ ربما مغرفة كبار تاز زيت شوية ملح شوية فلفل كحل وسترتها على الوصفة لبغ بيغ هنا كون درس 75 قرام ورايح نخلطهم ليح بالبراميكسور بلا ما نحطهم على النار رايح نتحصل على هذا القوام نعود نولي لعجي نتاعي بعد ما خمرت مدة 40 دقيقة رحت عني لحبيت الكبار كنت حليتهم بشكل طولي من بعد درت لهم السلسل بيضة حاول انكم تكثروا جيب زفهي لو ما تجيش نشفه من بعد وليت نتكر في الجواني بهذا الشكل وندير يعني شكلتها للقارب زيت الزيتون زيت سفار البيض شوية ججلانية وحطيتهم على نار متوسطة نيو ثمانين ميتين حتى نحمرولي بالنسبة للحجم الصغير كنت حشيتهم بلو بيغ بيغ في الجواني بهذا بشي يوكلوهم الاطفال وصفه بزيف حيلا يعني شوفوا يتاع السلسل بيضة كنت لها شوية تاع الطن وهذا مكان نقولكم جربوها وبصحتكم اشتركوا في القناة